بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبناء وبناتي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي في الدرس الأول من الوحدة الأولى مادة الدرسات الاجتماعية الفصل الدرس الثاني وهو بعنوان مقومات الجذب السياحي في مصر طبعا عشان إحنا نبدأ وندرس الدرس كويس لازم نعرف إيه هي أو إيه هو مفهوم السياحة وإيه يعني إيه معنى السائح أولا مفهوم السياحة هو السفر لأغراض مختلفة زي إيه زي الترفية والعلاج والاستفادة العلمية ولأغراض إيه دينية يبقى إذا السياحة هي إيه السياحة هو السفر لأغراض مختلفة أو لأهداف مختلفة طيب إيه يعني إيه السائح إيه معنى السائح السائح هو الشخص الذي ينتقل من مكان إقامته يعني هو مثلا قاعد في مصر تمام هو حاب يروح يسافر إلى أوروبا يبقى هو كده هو مكان إقامته فين؟ مكان إقامته في مصر يبقى هو الشخص الذي ينتقل يعني يتحرك من مكان إقامته مثلا في مصر لغرض مين؟ لغرض السياحة ده هو إيه السائحة طيب عندي مقاومات السياحة في مصر أول حاجة هناخد مع بعضنا بالنسبة للمقاومات إيه السياحة في مصر عندي مقاومات طبيعية ومقاومات إيه ومقاومات بشرية المقاومات الطبيعية اللي هي منحها الله عملها صنعها خلقها الله اللي هي إيه؟ اللي هو الموقع اتنين المناخ المعتدل تلاتة الطبيعة الخلابة أو الطبيعة الجميلة ده بالنسبة للمقاومات الطبيعية المين للسياحة في مصر في مقاومات بشرية اللي هي من صنع الإنسان زي إيه؟ زي تنوع الأصار التاريخية وأصالتها ده أول حاجة الحاجة التانية الأمن والأمان جمعا ضمن المقاومات البشرية الخاصة بالسياحة الحاجة التالتة وسائل النقل وإيه؟ والاتصالات الحاجة الرابعة اللي هي من ضمن مقاومات البشرية المين للسياحة في مصر وفرة المنشئات السياحية الحاجة الأخيرة اللي هي إيه؟ عادات وتقاليد الشعب المصري دي بالنسبة للمقاومات الطبيعية والمقاومات إيه؟ البشرية احنا هندرس مع بعضينا كل دوت مع بعض كده بالتفصيل في هذا الدرس أولا هندرس مع بعض المقاومات الطبيعية من ضمن المقاومات الطبيعية أول حاجة الموقع الجغرافي المتميز أو موقع مصر المتميز طيب احنا عارفين وأخدنا أن مصر تقع في وسط العالم بين آسيا وأفريكا وأوروبا ده جعلها مركزا حضريا يجذب السياح من كل مكان في العالم طيب الحاجة التانية بتطل مصر على أهم بحرين في العالم اللي هو البحر الأحمر والبحر المتوسط طبعا البحر الأحمر موجود فين؟ في الشرق والبحر المتوسط موجود فين؟ في الشمال ده بالنسبة لموقع مصر أو أول حاجة في المقاومات الطبيعية الجزب السياحة في مصر وهو موقع مصر المتميز يبقى عرفنا أن مصر تقع في وسط إيه؟ في وسط العالم بين آسيا وأفريكا وأوروبا وعرفنا أن ده المهازة الموقع جعلها مركز حضاري بيجذب السياح من كل بلاد العالم بتطل مصر على بحرين؟ أهم بحرين في العالم اللي هو البحر الأحمر من الشرق والبحر المتوسط من إيه؟ من الشمال طيب هناخد تاني حاجة من مقاومات السياحة في مصر الطبيعية مناخ مصر المعتدر إحنا عارفين أنه بيتميز المناخ بالاعتدال في فصل الشتاء ويأتي ملايين السياح لمصر في فصل إيه؟ الشتاء هروبا من برودة الشتاء في أوروبا وأمريكا تمام؟ يبقى السياح بيأتوا إلى مصر في فصل الشتاء ليه؟ هروبا من إيه؟ من برودة الشتاء في أوروبا والسؤال برضو اللي هو ممكن ييجي ممكن ييجي ويقول إيه؟ بما تفسر إيئة السياح لمصر الشتاء أقول له إيه؟ للاستمتاع بالشمس وإيه؟ وألدفه ممكن أقول له برضو لهروبا من برد إيه؟ الشتاء في بلادهم ثالث حاجة في المقاومات الطبيعية للسياحة في مصر اللي هي الطبيعة الخلابة إحنا عارفين يعني الخلابة؟ الخلابة يعني الجميلة دي بتوجد في البقات المصرية المتعددة أول حاجة بيوجد فيها إيه؟ المناطق الصحراوية والجبلية طبعا بتتميز مصر بوجود هذه المناطق وبجمال مناظرها ونقاء هواءها كمان تنتشر بها المحميات الطبيعية والوحات ثاني حاجة المناطق المزروعة طبعا نهر النيل الجميل دوت بيتميز على جوانبه إيه؟ الحقول الخضراء ثالث حاجة المناطق السياحية المناطق إيه؟ السياحية إحنا عارفين السياحة لإيه؟ إيه هي المناطق السياحة لإيه؟ اللي هي الموجودة على الشاطئ وإحنا عارفين إن الشاطئ ممتدة على ساحل البحر الأحمر والبحر إيه؟ المتوسط وموجودة الشعاب المرجانية موجودة إيه؟ الشعاب المرجانية والأسماك الملونة دي موجودة فين؟ موجودة على ساحل البحر إيه؟ البحر الأحمر دي بالنسبة للطبيعة الخلابة والطبيعة الخلابة بتنقسم إلى ثلاثة حاجات إيه هي؟ المناطق الصحراوية والجبلية، المناطق الزراعية والمناطق الساحلية المناطق الصحراوية والجبلية دي موجودة فين؟ فئة الصحراوية دي تتمايز بجمال مناظرها ونقاء إيه؟ ونقاء هواها كمان منتشرة بها المحميات الطبيعة والوحيد طيب المناطق الزراعية حول أو على جانبي نهر إيه؟ النيل ودي تتمايز بالحكول الخضراء طيب الحاجة التالتة اللي هي المناطق الساحلية دي تتمايز دي موجودة فين؟ موجود فيه على ساحل البحر الأحمر والبحر إيه؟ المتوسط والشعاب المرجانية والأسماك الملونة دلوها موجودين فين؟ موجودين على ساحل البحر إيه؟ البحر الأحمر طيب خلي بالكم معي طبعا هنا هوا ثانيا هندلس مع بعض المقاومات البشرية إحنا كده انتهينا من المقاومات إيه؟ الطبيعية هندخل فيه المقاومات البشرية المقاومات البشرية رقم واحد الأسار التاريخية يوجد بمصر الأسار الفرعونية والأسار اليونانية والأسار الرومانية والكبطية والإسلامية يبقى عندي خمس أنواع من الأسار ده بالنسبة للأسار التاريخية طبعا هذه الأسار ديه تعتبر من ضمن المقاومات البشرية للسياحة في مصر رقم اتنين الأمن والأمان لابد أن يشعر السائح بالأمن والأمان فين؟ في البلد اللي هيروحها وإحنا عارفين أن مصر تتمتع بشكل عام بانخفاض نسبة إيه؟ أو معدل الجريمة طيب ده أدى إلى إيه؟ أدى إلى شعور السائح بإيه؟ بالأمن على نفسه وإيه؟ وماله هندرس رقم ثلاثة اللي هي إيه؟ اللي هي وسائل النقل والاتصالات طبعا بالنسبة لوسائل النقل والاتصالات تتوفر الطرق البرية والنهرية يعني عندي فيه عندي طرق برية اللي هي في الصحراء وطرق نهرية اللي هو عفين في وادي النيل وإيه؟ وفروعه دي بتربط مدن وقرى مصر ببعضها بالإضافة للمطارات يبقى أنا عندي إيه؟ عندي طرق برية وطرق نهرية دي بتربط مدن وقرى مصر ببعضها بالإضافة إلى المطارات والمواني المطارات وإيه؟ والمواني اللي بتربط مصر بالعالم الخارجي توجد وسائل اتصالات زي التلفونيت والفاكس وشبكة المعلومات الدولية اللي هي الانترنت ربع حاجة اللي هو وفرة المنشآت السياحية يعني ايه وفرة المنشآت السياحية المنشآت السياحية اللي هي مثلا بتجذب السياح زي السياح بيحب يروح فند بيحب يروح قرية سياحية بيروح شركات سياحية عشان توفره وسائل الراحة والترفيه لمين؟ للسائح يبقى هناها تشجع الدولة تشجع ايه؟ الدولة توفير المنشآت الساحية زي الفنادق والقرى الساحية والشركات الساحية لتوفير وسائل الراحة والترفيه لمين؟ للسائحين اخر حاجة بالنسبة لمقومات السياحة البشرية اللي هي ايه؟ العادات والتقاليد الايجابية للشعب المصري الشعب المصري عنده عادات وتقاليد حلوة خالص وتقاليد ايه؟ ايجابية طبعا بيأول حاجة للشعب المصري بيرحب الضيوف وبيقدم لهم كل سبل الراحة كل سبل ايه؟ الراحة والمساعدة واعتاد على وجود السياح بينهم منذ تاريخ ايه؟ منذ تاريخ طويل دي تعتبر بالنسبة المقومات البشرية للسياحة في مصري وبحنا درسنا كده حاجتين اللي هي ايه معنى السياحة وايه معنى السياح ومقومات البشرية والمقومات الطبيعية بالنسبة من؟ بالنسبة للسياحة في مصري وعرفنا ان المقومات الطبيعية هي الموقع والمنياخ المعتدل والطبيعة الخلابة المقومات البشرية اللي هي تنوع الاصار التاريخية واصلتها اتنين الامن والامان تلاتة وسائل المقل والاتصالات اربعة وفرة المنشئات السياحية خمسة عادات وتقاليد الشعب ايه؟ المصري طبعا بكده ننتهي من الدرس الاول في مادة الدرسات الاجتماعية مقاومات الجذب السياحة في مصر بدعوكم لعمل سبسكرايب او اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته